التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير خارجية نيجيريا يوسف توجارا وذكرت الخارجية أن عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره النيجيرية بشأن تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية مشددا على أن مصر ستظل دائما داعمة لاستقرار ورخاء الدول الأفريقية الشقيقة ولمصالحها في كافة المحافلة الإقليمية والدولية هذا وتناول لعلقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كذلك المستجدات في منطقة الساحل وغرب أفريقيا